لغز اغتيالات عدن يتكشف طبعا وأسماء قيادات كبيرة فيما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على رأس قائمة المتورطين ذاك ما كشفت عنه محاضر تحقيقات نيابة العامة في حادثة اغتيال داعية السلف سمحان الراوي فبحسب الاعترافات المذكورة في محاضر التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ العملية فإن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك كلف المتهم الأول حلم جلال بتجنيد فرق اغتيالات قوامها ثلاثون عنصرا لتصفية قائمة من الشخصيات كان على رأس تلك القائمة الشيخ سمحان الراوي الذي تم اغتياله مطلع العام 2016 الراوي كان فاتحة لعديد من الاغتيالات التي قيدت ضد مجهولين وطالت دعاة وأئمة مساجد ونشطين سياسيين وشخصيات اجتماعية مؤثرة الاعترافات التي أدل بها المتهمون تضمنت معلومات تفيد بأن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك أرسل صور الشيخ الراوي للخلية التي سبق وأن أمر بتشكيلها عبر تطبيق الواتس أب باعتباره الهدف المراد تصفيته خلية الاغتيال اعترفت أيضا بأنها تسلمت أربع بندقيات روسية الصنع إضافة إلى سيارتين ومبلغ مليون ريال لكل واحد من أعضاء الخلية مكافأة على قتلهم الشيخ الراوي مقدمة من نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك عبر أخيه الشقيق صلاح معسكر التحالف الواقع في منطقة البريقة كان ملتقا لعناصر الخلية بهاني بن بريك وهناك كان يتم التفاوض والتخطيط لكل عمليات الاغتيال ورغم ثبوت الأدلة بتورط بن بريك إلا أن النيابة تعجز أو ربما تتخوف من استدعائه واستجوابه حتى الآن وذك يعني الكثير لمن يبحث في تفاصيل الملف الأمني لمحافظة عدن الذي يدار من قبل أجهزة تتبع دولة الإمارات ويتربع بن بريك في هرم القيادات لتلك الأجهزة كما أنه يعني أيضا أن العاصمة المؤقتة تدار ضمن مخطط أول مراحله لاغتيالات ونهايته إجهاد الشرعية والانقلاب عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر